لا تزال أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي قائمة منذ أن أقصت المحكمة الاتحادية العليا الرئيس السابق محمد الحلبوسي واعتبر نواب عن تقدم الحديثة عن إمكانية ذهب منصب رئيس البرلمان لغير الاستحقاق السياسي لحزبهم ضرب من الخيال لفتنا إلى أن الكتلة الشيعية والكردية لن تدعم مرشحا خارج الاستحقاق وأشاروا إلى أن ما حصل في جلسة مجلس النواب الأخيرة الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد هو دفاع مشروع عن محاولات سرقة الاستحقاق الذي يتمتع به حزب تقدم كأكبر كتلة ممثلة للمكون السني وأن الاعتداء الذي جرى على النائب هيبة الحلبوسي يمثل خرقا لمبادئ النظام الداخلي ويستوجب الوقوف عنده ومحاسبة المعتدين وأضفوا أن وقوف أي طرف سياسي مع دعم أي مرشح من خارج حزب تقدم يعني ضرب الاتفاقات السياسية لتشكيل الحكومة منذ البداية وأن مرشح حزب تقدم لا يوجد له بدين لغاية الآن وبانتظار الاتفاق على موعد جديد لعقد جلسة الانتخاب البداية